كان منبوذ من المجتمعات يعني لما نحن نقول أنه فلان حط واسطة لحتى قدر ياخد هذا الموضوع اللي أثر على فلان أو حرم فلان سواء من أي حق من هي الحقوق. بتلاقيه عن جد يعني بنهاية الحديث يشتم. يشتم هو يشتم تربيته تشتم عائلته لأنه سمح لنفسه يتجرأ على حق الآخرين. اليوم حتى بأماكن تانية عم نشوفها الجمال. الجمال صار واسطة ولكن يجرب قبل ما أنت تطلب واسطة لك بالمكان الفلاني. يا أخي جرب روح المكان بدون الواسطة للأسف سابقا كانت الناس تحط الواسطة لحتى تاخد حق غيرها لأن بديهيا أنت هو حقك ما بده واسطة. 100% اليوم بأماكن كتير أنت اليوم بحاجة واسطة لتاخد حقك. يعني أنت إذا فتت بدون واسطة ممكن هذا الموضوع يأخر أو ممكن الموضوع يطنش أو ممكن الموضوع رغم أنه حقك. فأنت بحاجة للأسف اليوم لفلان يحكي أو فلان يوصي لحتى أنت تحصل يعني حتى ما مننقل حقك أحيانا أدنى حقوقك. بدنا نمسيكم بالخير. الموضوع هيك خفيف له علاقة بحياتنا اليومية بشغلات وبمصطلحات منسمع. منسمع ما بتعرف حالك مع مين عن تحكي. منسمع هذا الزنمة إيده واصلة. منسمع فلان كلمته مسموعة. يا أخي هذا الزنمة مسنود. وأسماء ومصطلحات. وعندك مثلا كمان شو لش معرفته. معرف مين قريبه. هذا واصطه فلان وهذا واصطه علتان. وكلهم مصطلحات موجودة ضمن حديثنا اليومي وحياتنا بشكل عام. وكل شيء مبرر بحجة المصلحة. بعض الأشخاص هذا الكلام بشكل عندهم للأسف. لأسف. 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 لأسف أسلوب حياة بيتفاخروا فيه. وبيمارسوا سلطة على الغير تحت هذا المسمى. كلمات وتصرفات وممارسات. كلها بتصب بخانة وحدة. هي أنوان حلقتنا لليوم. للنقاش مع ضيفي بالستوديو الأستاذ فادي رحمون الأستاذ والمدرب في العلاقات العامة الواسطة. هو موضوع الحلقة. أستاذ فادي مساء الخير. أهلا وسهلا فيك. يسعد مساءك ومساء مستمعين ويشاهدونا. إن شاء الله تكون هيك مثل ما تفضل. حلقة خفيفة. وبنفس الوقت يعني أكيد هي حساسة وإلى. بس بدنا نقرب شوي على المايكروفون. فينا نقرب بالمايك إذا بتريد. نقرب بالمايك كمايك. أوكي. إذن رح أبلش مع حضرتك أستاذ فادي بالعنوان اللي حطيته بإعلان الحلقة. واسطة مذمومة أم علاقات قوية نفتخر بها؟ حضرتك كيف بتشوف الموضوع؟ هلأ يمكن الموضوع شوي يكون أوسع إذا حبينا نحكي فيه. يعني حتى ما يكون توجهنا بالحديث بشرك العام هو التوجه السلبي لهذا المصطلح أو هي الظاهرة. يعني إذا حكينا فيها بشمولية أكتر اليوم كلمة واسطة هل هي بالمطلق كلمة سلبية ولا ممكن تكون بالفعل هي مثل ما بيقوله واسطة خير. فبالعموم أكيد كمجتمع كمصطلح رائج أكيد لما نقول واسطة فأول ما بيتبادر لديهن هو أكيد الموضوع السلبي مننا. المذموم المذموم اللي هو أنه أنا عم بسمع كلمة واسطة معناتها في تعدي على حق الغير في أخذ حق حد عم ياخد حق مؤلو ما بيكون أكيد بيستاهله ممكن يكون هاد الشي عم بيعطيه فرصة على حساب أشخاص كلها أو عم بيسهله الشي هو لا يستحقه أو ما بيستاهله بناء على سواء مؤهلاته بناء إذا حكينا بموضوع التوظيف أو بدي أخذ خدمة سواء من مؤسسات عامة أو خاصة ممكن ما يكون هاي الخدمة بيستحقها لا تنطبق الشروط عليها كلها هاي طبعا لما نقول واسطة أول ما بيتبادر لديهن هاي التفاصيل. وإنما بالعموم أكيد موضوع الواسطة هو يعني شيء بالبشرية أكبر من هيك وخاصة بالمناطق العربية نحن المناطق العاطفي بيقولولنا يعني نحن نتخاطب بعواطفنا أكثر من نتخاطب بعقولنا. فأكيد موضوع الواسطة بيبدأ عندنا من زمان كتير يعني إذا من نرجع هيك منذ نشأة البشرية وعلاقتها مع رب العالمين أو أي آلهة حتى ما قبل الأديان لما يكون في بدهم يتقربوا من من الآلهة بدهم يتقربوا نتيجة طلب بدهم يطلبوا أو هدف بدهم يوصلوا له. فدائما فيه شيء عم بيكون موجود واسطة حتى بيننا وبين الرب يعني بين الله تعالى يعني سواء يعني سواء بالمرحلة اللي ما كان فيه أديان سماوية مثل ما كنا عم نحكيه وقت اللي كان فيه عبادة للنهر أو عبادة لآلهة الشمس أو إلى آخره كانت لهذه الواسطة تذبح الأضاحي. من بعدها إجت الأديان السماوية وطبعا هي كانت دايما الأديان السماوية تخاطب تابعينا بأنه أنت ما لك بحاجة أنك تكون فيه واسطة بينك وبين الرب العالمين. ولكن نفس البشرية نرجع لحالة بأنه نحن منتفاجأ بأنه كل الأديان كل الطوائف تتضرع لله عن طريق واسطة عن طريق شفيع بمختلف المسميات يعني ممكن نسمع كلمة بجاه ممكن نسمع بشفاعة ممكن نسمع يا ربي دخيلك كرمال كذا. صحيح. وبالتالي القصة أديمة يعني ومتجزرة بحياتها. هي حقيقة ترتبط بشكل مباشر بالنفس البشرية. يعني أنا لما أكون خاطب مقام هذا المقام يعني عالي سواء يعني مثل الآلهة فأنا أكيد أجد بنفسي يعني متواضع مقابل هذا المقام اللي عم إلجأ له. فأنا بحاجة لأكون عم أتقرب أو أتواصل معه عن طريق مثل ما تفضلت شفيع ممكن يكون شخص أجد أنا بلاقي عنده الكفاءة أكتر مني أنه أنا أتواصل بشكل مباشر. يعني وكأنه عم نقول نحن معنا نثقة بنفسنا ونحن بحاجة أنه نلاقي شيء يكون أحسن مننا أو عنده العلم الأكبر أو عنده القوة الخفية اللي ممكن ما بنعرف شو هي. نعم هلأ إذا بدنا نطلع بره شوي الموضوع الأديان مشان تكون المساحات شوي أوسع ونسقطة يعني بشكل مباشر على على سواء واقعنا مجتمعاتنا مؤسساتنا. أنا بصراحة طرحت هذا المفهوم لحتى نقول أنه أكيد الواسطة موجودة وأكيد موجودة بمكان نحن منرتح له ومنحبه ونحن بكثير تفاصيل بحاجة لإله نفسيا. لحتى نكون نوعا ما مرتاحين أو متطمئنين أنه اليوم في شخص قادر أن يوصل هذا الصوت قادر أنه يعني يحصل نوعا ما يعني كواسطة يعطيني يعني. كريدت يمكن يعطيني كريدت يقدر من خلاله يعني أوصل لمكان أنا بحاجته هذا الموضوع إذا بدنا نحكيه بالمنطلق الإيجابي خلينا نقول. أما إذا بدنا نحكي بقى بالشي الرائج عندنا أكيد نحن بشكل أو بآخر مفهوم الواسطة عننا يعني شد كثير عن هاي الأمور. سابقا إذا هيكي بنرجع بالذاكرة لورا صحيح نحن نماننا كبار كجيل كبير بالعمر وإنما أكيد ما قبل الظواهر الاجتماعية طارئ على مجتمعنا للأسف. كان هذا المصطلح بالمعنى المذموم كان منبوذ من المجتمعات يعني لما نحن نقول أنه فلان حط واسطة لحتى قدر ياخد هذا الموضوع اللي يأثر على فلان أو حرم فلان سواء من أي حق من هاي الحقوق. بتلاقيه عن جد يعني بنهاية الحديث يشتم يشتم هو يشتم تربيته تشتم عائلته لأنه سمح لنفسه يتجرأ على حق الآخرين. خليني بسط الفكرة اللي حضرتك عم تحكي فيها أستاذ فادي يعني بغير كلمات يعني حقيقة مثل ما عم تحكي أنت بجيلنا أو خليني نقول مثلا قبل عشرين ثلاثين سنين هلأ. كان الموضوع مثل ما عم تحكي حضرتك بالضبط كان يعني يوسم أو يوسم الشخص اللي بيستخدم واسطته بأنه هذا غير كفو واستخدم الواسطة ويعتبر شغلة مذمومة أو شغلة سيئة. ولكن للأسف على ما يبدو اليوم ولكثرة استخدام الواسطة صار الموضوع شطارة. أكيد يعني للأسف بأماكن كتير حتى المجتمع بيبرر هذا الموضوع للأسف يعني أكيد نحن عايشين بواقعنا ومنسمع كتير أنه عنده أمكانية ما عم يستخدمها. قادر أنه يعمل شيء ما عم يعمل رغم أنه هو ممكن يكون عنده واسطة بأماكن كتير. هذا بينظر يقوله اليوم ما منعرف يتصرف. يعني وهنا بيقوله كلمة أتقل من هيك. تماما ما بيعرف يتصرف للأسف ما عم نحكي عن أكيد عم نحكي عن الغالبية اليوم أكيد كلياتنا عايشين بالواقع. على المقابل تماما يعني اللي كان يستم على هذا التصرف اليوم عم ينقل حلال عليه. مية بالمية وصار شاطئ. عم يعرف يأخذ حقه. عم يعرف يتصرف عم يعرف تماما هو هاي شطارة صارت تعتبر اجتماعيا للأسف. رح أحكي مجموعة من التعليقات اللي وردت على أعلان الحلقة. نعم. يقول المعلقين الوساطة أو الشفاعة مطلوبة ببعض الأحيان. ولكن لكثرة استخدامها وكثرة اللجوء إليها والإفراط باستعمالها أصبحت صاحبة سمعة سيئة. شو بتعقب على هات الكلام؟ هي أكيد نحن بحاجة لقلة مثل ما حكينا. يعني اليوم يعني خلينا نشوف بمنطلق تاني أنه اليوم في أشخاص كتير عن جد ممكن يكون مثلا شخص بده يسافر. عنده مشكلة كتير كبيرة بأنه إذا بيتأخر اليوم بمكان ببلاد عنده خدمة عنده ورقة بده يطالها من مؤسسة رسمية. في حالة تأخرت هذا الموضوع ممكن يكون في ضرر لإله. ضرر كبير لإله بالخارج مثلا. فهو بحاجة لحتى الموضوع يكون عم بيسر هذا الموضوع. لا ممكن يكون عن طريق شخص عن طريق خدمة ما. تسهله أنه ياخد خدمة هو بانتظاره لحتى يقدر يطلع هذا الموضوع بره حلوه كتير ببساطة هي كواسطة خلينا نقول بره يعني من خلال سفرنا أكيد ويعني ممارسنا لبعض يعني خضوعنا لقوانين دول أخرى. تماما أنه أنه أنت بحاجة اليوم لتطالع كتير تفاصيل بره يعني عملوا لحل لهذا الموضوع أنه بالفعل في حالات كتير أنت اليوم بحاجة تطلع ترخيص بحاجة تطلع شي وورقة قدموا لك خدمة مدفوعة أنه أنت اليوم إذا بالفعل بدك خدمة سريعة المصطلح عليها بالفي اي بي يعني في كتاعت برهك فأنا حقيقة أنا أحد الأشخاص اللي لجأت لهذا الموضوع لما كنت بره. لو ماني بره أكيد بدي أبحث عن الواسطة كان في عندي مدة كتير قصيرة لأرجع أنا على سوريا حاجز تك الطيارة وملتزم بشي هون وكنت عم بمطر ورقة لازم تطلع فلما سجلت عليها يعني أونلاين لقيت أنه الدور بده شهر على الأقل وهذا الشي كان كارثة عندي فأنت هون بقى بدك تشوف مين ممكن يسر الموضوع لقيت في خدمة في آي بي خدمة في آي بي الفرق خلينا هيك نشبهه أكتر لما نقول بما معنى أنه أنت اليوم بحاجة لتسرع دور بمكان ما أو تاخد خدمة ما اليوم في 15 شخص على هذا الدور واقف وجودك أنت إذا حرم الرقمه 14 من أنه ياخد خدمته وأجله اليوم تاني فهي الواسطة صارت مذمومة أما إذا كان قادر هذا الشخص يمشي 16 شخص فما في مشكلة أنك أنت اليوم تكون موجود من وجهة نظر طبعا يعني طول ما هي الخدمة تعليقا على الشخص اللي كاتب الكومينت على الصفحة طول ما أنه الواسطة لا تتعدى على حقوق الآخرين ما عم تأذى حدا ما عم بتضر حدا بوجودك بهذا المكان فوين المشكلة أنك تاخد خدمتك إذا أنت بالفعل بحاجة هاي الخدمة تمشي بسرعة نتيجة ظرف ما أما لما يكون هذا في الموضوع في تعدي على حق وحرمان آخر من هذا الحق أكيد مي بالمي هون هذا الشيء أكيد مذموم وغير مقبول لا اجتماعيا ولا أخلاقيا تعليق تاني بيقول الواسطة لما بتكون موجودة لا يصبح للتعنيم ولا للخبرة ولا للأهلية أي قيمة واعتبار أكيد لما نحكي نحن بالواسطة المذمومة أو الظاهرة السلبية اليوم في أشخاص كثير عم يتعبوا على حالهم عم يتعبوا علميا تقافيا مهنيا عم يتعبوا حالهم بالخبرة بالمؤهلات اللي هي ممكن إذا عم نحكي عن سوق العمل لياخدوا فرص ما مجرد ما أول مرة قدم على فرصة ولقى غيره لا يستحقى أقل منه كفاءات أخذ هاي الفرصة مرة تاني قدم نفس الموقف مرة تالتة قدم نفس الموقف فهو أكيد آخر شي رح ينسحبه رح نخسره وهذي اليوم سبب حقيقة بمجتمعنا صار سبب مباشر هو سبب لأحباط كتير كبير لأحباط وخروج كتير من الأشخاص أصحاب الكفاءات عم نخسره اليوم لأنه عم بلاقي أنه إمكانياته ما عم بتم الاستفادة منه على حساب أشخاص لا يمتلكون هاي الإمكانيات ولكن واسطهم قوي جاي من طرف فلان في فلان حكى هاتف في مشى الموضوع فللأسف وهذا الحكى كتير خطير إذا نتوسع في أكتر هو حقيقة نشوف تبعاته يعني وانعكاسه هلأ نحن بلاش يبين عنا يعني صار واضح وصريح بأنه نحن اليوم صرنا مجتمع مجتمع يعيش على الواسطة يعني نحن اليوم قبل ما ننزل مثلا على سبيل المسال عنا معاملة بالمكان الفلاني قبل ما ننزل على المكان الفلاني منكون عم نسأل محيطنا واللي حوالينا تعرف لك شي حدا بالقرنة الفلانية لأنه بدي حدا يزبط لي الأمور مي بالمي طبعا خليني كمان روح استاذ فادي نفند المصطلح المصطلح اليوم يرتبط بشكل مباشر بالنفوذ والسلطة يعني النفوذ والسلطة الواسطة هي اللي بتمشي لك أمورك كونه في نفوذ والسلطة بمكان ما أو بطريقة معينة ولكن ممكن أيضا أن تتجسد الواسطة بالمال وأن يكون المال هو الذي يشتري النفوذ والسلطة صحيح في عندنا أشكال تانية لأنه يظهر فيها الواسطة أو يمكن ما يتجسدوا غير بالنفوذ والمال طبعا في مال أكيد في سماسرة اليوم سماسرت الواسطة أنه أنت عندك بالمكان الفلاني شي خدمة ما بدك ياها عندك مشكلة بالحصول عليها في سماسرة اليوم موجودين لحتى يكونوا هن الواسطة بترح حقها يعني المال أكيد هو سبب مباشر لحتى يكون أكيد هاي الظاهرة عم تكون نشطة وفعالة عندنا لأن في سماسرة صاروا مختصين مهنة صارت اليوم للأسف اليوم حتى بأماكن تانية عم نشوفها الجمال الجمال صار واسطة هي تجسدت الواسطة الجمال واسطة صح؟ طبعا اليوم العائلة النسب ممكن يكون أكيد كمان سبب آخر لحتى يكون هو عم يلعب واسطة بشكل مباشر أو غير مباشر فلما نكون دائما المعيار الأساسي هو ليس الكفاءة مو السي في تبعي مو الخبرة اللي أنا عم تنعكس مو المهارات اللي أنا عم بكتسبها أو الخبرات اللي أنا عم طبعا اليوم سنين طبعا اليوم وقته جهد ومال عم يدفع لحتى اكتسبه لما ما تكون هي السبب المباشر سواء إلي أو لأي شخص غير اللي يكون عم ياخد فرصة فكل ما عدا ذلك حقيقة هو الواسطة غير مشروعه مية بمية كمان وأنا محضر للحلقة حسيت بي أنه الواسطة بترتبط فينا بمشاعرنا كأشخاص يعني أنت اليوم بتأثر بمشاعرنا كإنسان بداية هو في عندك شعور الخوف وهذا الشعور نحنا صار للأسف هو أمر طبيعي بمجرد ما حدا يقلنا العبارة الشهيرة اللي بنسمعها ما بتعرف حالك ما أمين عم تحكي أو بيظرف معين ممكن نشوف سيارة بتخوف بيقلك سيارته بتخوف مفيم يا مسلا على سبيل المثال وأيضا في أشخاص بتتعامل مع الواسطة بمشاعر حب يعني أنت اليوم في ناس بتحب إنه هي واصلة بتحب إنه هي بتمتلك واصلة تشعر بالتفوق تشعر بممارسة النفوذ على أغلب اللي حواليها وبأغلب الأحيان للأسف بيكون هذا النفوذ كاذب يعني هنم بيكونوا ما عندهم واصلة ولكن لأنه دارج ولأنه ما بتعرف حالك ما أمين عم تحكي فهو ما بتعرف حالك ما أمين عم تحكي أخر شيء بيطلع ما في ورا حدا طيب شو السبب برأيك هون وجيه ما بعرف أنا عم حاول أسأل يعني أنا بعتقد هو السبب بأماكن ما هو غياب القانون أوكي يعني لما أنا يكون ما في حدا يحميني بشكل قانوني أو ما في قانون بالفعل بيحمي لي حقي منك فأكيد أنت بشكل أو بآخر راح تستغل سواء النفوذك إذا كان حقيقي وفعال يعني بالفعل هو مبني على بالفعل أنت حدا نافذ وساند ظهرك وممكن يكون حتى إذا هذا الموضوع هو أنت بس عم يعني عم تدعي عم تدعي كإدعاء لأنه بالحالتين أنت بتعرف أنه هذا الشخص اللي قدامك يعني خلينا نقول ما نقول مي بالمية أكيد نحن ما بنا ما بنا نعمم السلبية أكيد على المجتمع أكيد في أماكن كتير في نقاط إيجابية مي بالمية أنا لما يكون هذا الشخص عم يتناول هاي السلطة يهدد فيها شخص أو موظف أو أي شيء هو بالغالب بيعرف أنه خلاص بدي ماشي ويعني بلا وجع الراس ممكن بالفعل بأغلب الأحوال يعمل له وجع الراس بيقولك بيغنع عن وجع الراس خلاص ويمكن كمان شغلة تانية بأننا لا نعرف حقوقنا يعني نحن كمواطنين لأسف بدولنا حتى لا نكون ظالمين بس بحق دولتنا بالدول العربية بالمجمل نحن لدينا غياب للثقافة القانونية يعني المواطن ما بيعرف شو في إله وشو في عليه وبالتالي ما بيعرف قوانين دولته ما بيعرف مصلحته وين بالقانون وبالتالي ممكن يخلي هذا النوع من الأشخاص يتجاوزوا عليه نتيجة أنه ما بيعرف أنه ممكن ياخد حقه بالقانون وما يخاف من هذا الشخص سواء ما يخاف من هذا الشخص أو يجرب بدون واسطة يجرب يعني ولو النسبة كتير قليلة حاليا مثلا ولكن يجرب قبل ما أنت تطلب واسطة لك بالمكان الفلاني يجرب روح المكان بدون الواسطة يعني ليش افترضت أنك أنت ما تقدر تاخد هالخدمة أو ما تاخد هالفرصة لهيك أنا يعني تعليقا على كلام كلامك وجيه لما أنت عم تقول أنه نحن نحبها هي عن جد وصلنا لمكان يمكن لأنه اليوم أغلب الناس اللي حولينا عم ترفعها مثل كريدة قادرة تفوت فيها على أي مكان وانت قلت كلمة ونحن نحكي تحت الهواء أنه نحن بالفعل منحب يعني منحب حدا يدللنا بمعنى خلية نقول لمن هذا المبدأ أنه نحن نحب حدا يدللنا لما نفوت على مكتب المدير الفلاني أو المسؤول الفلاني منحبه يستقبلنا بطريقة نعتبر حانا أنه نحن متميزين عن غيرنا أو يمكن أو يمكن مو بس لا نعتبر حانا متميزين أنه لا يعطينا حقنا هلأ هاي بصراحة هيك جانب كتير مهم كمان لازم نضوي عليه للأسف سابقا على موضوع حقنا للأسف سابقا كانت الناس تحط الواسطة لحتى تاخد حق غيرها لأن بديهيا أنت حقك ما بده واسطة مية بالمية اليوم بأماكن كتير أنت اليوم بحاجة واسطة لتاخد حقك يعني أنت إذا فتت بدون واسطة ممكن هذا الموضوع يأخر أو ممكن الموضوع يطنش أو ممكن الموضوع رغم أنه حقك فأنت بحاجة للأسف اليوم لفلان يحكي أو فلان يوصي لحتى أنت تحصل يعني حتى ما بننقل حقك أحيانا قدنا حقوقك بمؤسسات للأسف كتير موجودة ما بدنا نشمل يعني ما بدنا نعمم الفكرة ولكن بالمقابل إذا بنحكي بالموضوع باعتبار بنحكي عن هذا الجانب بالمقابل في كتير أكيد حق علينا بكتير الأمور يعني اليوم حقيقة عن تجربة شخصية في كتير خدمات اليوم أنت قادر أنك تاخدها ما بدك واسطة عن طريق موبايلك اليوم يعني اليوم صار في عنا خدمات عن جد مؤتمة مهمة جدا أغلب الناس اليوم ما طلعت عليها هلأ هو تقصير بالترويج لإله هو تقصير بي اليوم أنت لما تروح تاخدها بالموضوع بالشكل التقليدي أنت قابدك واسطة أكيد لأنه بديكون في كتير ناس قبلك ممكن في كتير ممكن يكون في جهد لتبزله ممكن أحيانا بعض الأشخاص يطلبوا رشاوة ولكن أنت اليوم فيك تمشية عن طريق موبايلك بدون ما تنزل وفيه شغلات مستمع أنا أحكي على تجربة شخصية معي أنا اليوم صار معي هي بكتير بصراحة أنا اليوم مقطوعين خطوط الإنترنت عندي والأرضي يعني الموجودين بالبيت وبمكتب على سبيل المثال أنا أول شي خطر ببالي أنه أنا أحكي مع حدا كرمالي شوف كيف ممكن تتسرع عملية أنه يرجع خطي لا ينوصل لك مستي شغلك ببساطة الحد اللي حكيته جاوبني بصراحة وخجلني اللي ما عندي ولا طريقة أقدر فيدك فيها غير أنه هي سيستم بالنهاية أنت بتدفع فاتورتك فهي بدها من 24 ل 48 ساعة راح ترجع الخدمة لعندك وبالتالي ما في مجال للواسطة هون أساسا هذا هو أحد حقيقة الطرائق اللي لازم نشجع لحتى نحد من هاي الظاهرة وحقيقة هذا الموضوع ما نسهل صح يعني عن طريق هل يمكن والتنظيم حتى إدخال على فكرة هو ما نسهل يعني إدخال اليوم أنت عم تلغي هاي الظاهرة من كتير أماكن صح فبالوقت نفسه المستفيدين عم بحاولوا يعرقلوها ويأخروها ويحاربوها وبكتير أماكن حتى ما تصير وبكتير أماكن أو لحتى يفشلوها طبعا لترجع للمداري الأدي طبعا لحتى يكونوا هون يستفيدوا منها ما هلأ منحكي في سماسرة فهني من مصلحتهم أنه هذا الموضوع ما يتم هلأ مركز خدمة المواطن ليش كتير سهل والناس كتير حست أنه هذا الإنجاز كان جدا مهم بحياته لأنه أنت بدل ما الورقة تسجل عليها وما تعرف وما تعرف وين تتطلع وبدل مكتب تروحها 2 و 3 و 4 وتوقيع و 2 و 3 اليوم بتروح لمكتب خدمة المواطن وإنت قاعد تعرف أصلا أنت وين يعني المسار المعاملة تبعك عم تعرف وين فما عد في احتكاك مباشر ما بينك وبين اللي يعطيك هاي الخدمة ما عد في أي مجال وحقيقة هاي الهدف مننا أنه أنت على الأقل تتطمن أنه أنا الورقة تبعي عم تابعة وين وما في داعي أصلا أنه أنا شوف شخص و 2 و 3 اللي حتتمش هاي الورقة فهي أحد الوسائل اللي تحد مية بالمية أكيد بتحد وبمكان داني بتنهي ولكن أنا بعرف حقيقة في أشخاص يعني من اللي عم بيكونوا عم بيطابعوا هاي الأمور لحتى مثلا أنت بتعرف كل فترة بيدخله خدمة على هذا السيستم ممكن يوصل لمرحلة التهديد أنه إذا في خدمات يعني أنت عم عم تأثر على كتير من السماسرة المستفيدين من هذا الموضوع ف يعني أنت بشكل مباشر عم يعني عم تقطع لهم مثل ما بيقول عم تقطع لرزق تماما طب ما أنت رزقك على حسابي ورزقك قائم على طريقة غير قانونية غير قانونية غير مشروعة طبعا طبعا أيضا اليوم يعني كنت عم بحكي أنا وحضرتك قبل ما نفوت على الهواء قلتلك أنه اليوم حتى بالبلدان سواء ما للعربية ممكن تتجسد وجود الواسطة يعني الواسطة موجودة بكل البلدان بس يمكن في الفرق اللي دايما نحن عام نركز عليه بأنه يمكن هنيك بيكون القانون هو الحاكم أو هلأ خليني أقول أنه عم جال الشركات على سبيل المثال بيكون السيستم تبع التوظيف واضح يعني معايير يعني أنت تمتلك خبرة عندك الشهادة الفلانية تحديدا عندك المهارات المطلوبة مية بالمية بتاخد الوظيفة ولكن نحن ع سبيل المثال نحن اليوم أغلب شبابنا وصبايانا عم يسافروا على دولة الإمارات العربية يعني حتى بالإمارات اللي تعتبر سوق مفتوح ووظائف يعني مفتوحة جدا وبتحس بأنه كل الموظفين هنين سواسية بالنسبة للشركات لكن بتتفاجأ أنه مجرد وجود جنسية جنبية جنب يعني بعال سي في تبعك بتسهل عليك أنك تكون عم تاخد هاي الوظيفة وحتى بيكون في فرق بين راتب يعني وطبعا هاي مو بس على السوري هاي على الجنسيات العربية العربية يعني إذا كان في حدا بيمتلك جنسية أجنبية فهو بياخد سالري أعلى من الشخص اللي بتكون جنسيته عربية هذا هذا نوع من تجسد الواسطة هلأ هو يعني للأسف نتيجة واقع اليوم يعني هاي جنسي ممكن تكون هي بيعتبروها للأسف اليوم بسوق العمل هي درجة ثالثة أو رابعة هي اليوم نتيجة ظروف نحنا عايشينا إلنا سنين هاي الظروف يمكن أدت نوعا ما إلى تأخرنا بكتير مجالات إذا من نحكي إذا من نقارن طبعا مع ما وصلت إليه هاي الدولة خلينا اليوم من تكنولوجيا متقدمة متطورة نحنا بأماكن كتير ما قدرنا تقنيا خلينا نقول حتى ما نظلم كتير كمان نفسنا لأن العم يثبت حاله بها سواء بالإمارات أو بأي دولة تانية عم يثبت حاله بالفعل عم بيكون عم بحقق يعني إنجازات عم بحقق ولكن للأسف الصورة الذهنية اليوم للعامل السوري بغض النظر عن يعني الليفل تبعه اللي هو عم بيشغله بمؤسسة أو بشركة أو إلى آخرها هو حدا مضطر إنه يكون موجود بهي الدولة مضطر ظروفه يعني ما تركت له مجال غير إنه يكون متواجد فهو اليوم عم يقبل إنه ياخد أي شي لهيك بالنسبة لإلون أكيد وجود السوري وجود عفوا الجنسيات الأجنبية ممكن إذا صار في سفر إذا صار في مؤتمرات خارجية إذا صار في أي شي جوازه بيساعده حتى إنه يكون عم يقدر عنده مرونة بالحركة سواء ضمن أو خارج دول متعددة ولكن السوري للأسف أكيد في كتير شركات بتعاني من إنه اليوم إذا بدأت تعمل لسوريا أي فيزا على أي مكان ممكن هذا الموضوع يكون في عائق بالنسبة سواء لتطور وظيفة أو شي فهن بيأخذوا بعين الاعتبار هيت تفاصيل وغيرها مثل ما حكينا حتى أنا سمعت من أحد مسؤولين التوظيف قال لي يعني قال لي إياها بصراحة قال لي أنا اليوم هو وقت اللي بدي يكون أدامي أكتر من حدا مقدم على الوظيفة اللي اللي بدور على اللي ما بيكون سوري قلت له ليه مع أنه هو سوري اللي عم يحكي هذا الحكي اللي ببساطة اللي لأنه أول وحدة مناهج تعليم مختلفة جامعاتهم هني أنا أول من الجامعات اللي عم تكون يعني من شهادتنا كشهادة جامعية اللي بيحكي اللغة يعني يعني بيكون قادر ينخرط بسوء العمل اللي أو بيكون عنده خبرية البلد يعني نحنا هاي منسمعها بشكل واضح هاي أول شي بتلبوها أدي إليك أصلا أنت موجود هون لأنه حقيقة موضوع أنك أنت تكون عم تنتقل من يعني من هذا السيستم اللي نحنا فيه سواء بكل تفاصيله والتكنولوجية الخدمية اللي عم تنتقل هني بيعتبروا أنه على الأقل بدك فتر التأهيل صح لحتى أنت ترجع تتعايش مع الظروف الجديدة ومع تطور وخضارة طبعا نحنا فعليا للأسف اليوم نتيجة حرب ونتيجة ظروف صح نحنا ما نمعصرين ما نمواكبين أبدا يعني وهذا طارق أنا ليش بقى هذا الموضوع بتدايق كتير منه وبزعل على واقعنا هو طارق بعمره ما كان يعني دائما السوري كان بالنسبة لأي فرصة عمل بالخارج يطلبوه يعني يقوله بدي سوري اليوم للأسف نتيجة هذا التأخر اللي تراكم سنوات طويلة أكيد هني بالنسبة لإلون أنه لما يجينا شخص من بيئة نوعا ما يعني مفاهيم بالنسبة لإلون سواء توظيف أو مثل ما قلتلك مروني ببعض التفاصيل عم بيحاولوا يكون أكيد الجنسيات المختلفة إلى أولوية هلأ اليوم كمان الواسطة صارت حتى عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وصار في عنا شيء ثقافة جديدة يعني كمان بسمعتها بأكتر من مرة اللي هي بالعادة نحن بحطوها بين قوسين بقولوا لا 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 الإلكترونية يعني اليوم اليوم على سبيل المثال في عنا مجتمع افتراضي حقيقي لأصحاب الأعمال ولطالبي التوظيف اللي نحن كلاياتنا بنعرفولي هو لينكدين هذا بينصحه فيه كل خبراء التوظيف طبعا بيقول لكم أنه أنت لازم بداية بداية لازم تعمل بروفايل على هذا الموقع وتعمل طبعا ودايما بينصحوك بأنك أنت لازم تعمل علاقات بهذا الفضاء يعني أنك أنت تتواصل مع الشركات اللي هي مهتمة بالفيلد تبعك تحاول تعمل صداقات مع مسؤولية توظيف وطبعا بتشوفهم أنا بشوفهم أوقات كتير مثلا بتلاقي دايما عم يحاول يعلق للمدير الفلاني عم يحاول يدخل معه بنقاش له علاقة بالعمل يعني شكل جديد هذا شكل جديد من أشكال الواسطة أو شكل جديد من أشكال اللقلق هلأ أكيد يعني حقيقة أنا هي كتير بلمسة يعني أنت عم تضيق على شيء كتير حقيقة أنا كتير بلمسة أحيانا كتير يعني هيك بيكون موقع يعني انتباه هم نقول سخرية ولكن مثلا اليوم وجيه السلام وجيه كل عمر عنده صفحة الفيس بيجي لو بفرضنا هيك خمسة كومنتات عشرين لايك على أي شيء بيكتبو فجأة هيك وسيم عفوا وجيه استلام منصب ما بعرف شو بإدارة ما أي شيء فجأة بتلاقي ريتش طبع صفحته واو تماما بعد فترة يطلع من هذا المكان بتلاقي قل جدا تفاعل هاي شكل من أشكال لا لا هلا خلينا هيك نحكيها مؤسساتيا اوكي إذا من نقول شو الفرق لينكدين أو غيره يعني هيك أحد وسائل تماما تماما بره أكيد في عندنا كمان هذا الموضوع مثل ما هم موجود بسوريا ولكن هو فيه له حد بره بتعاملوا مع الموضوع لأنه اليوم أنا أكيد بدي وصل حتى قدم السيفي لهي المؤسسة يعني أنا ما عم بفرض عليها تقبل أو لا أصلا ما في حدا بيقدر هناك يخليك تنقبل أو لا بواسطة ممكن يقلك هاي أكتر شي بنسمع برا بيقلك أنا بحاول ساعدك أنه حط السيفي على الطاولة بس أنت اللي بدك تثبت حالك بكفاءتك هون للأسف لأ يعني هو إذا وصلته منيحة بيمشي فيها للآخر يعني بوصفك وبيمشيك بالسلم الإداري يعني برقيك كل فترة وفترة ورغم أنه هذا الموضوع ممكن ما يكون يتطابق مع كفاءة أو مهنية هذا الشخص فهون الفرق وجيه هون الفرق بصير يعني برا أنت لما تقدم السيفي أنت مرتاح متطمن لما يكون أنت عندك بالفعل كفاءة أنت متطمن رح تثبت حالك فيه رح تاخده إذا بتستحقه هون أنت متقدم السيفي وأنت بتعرف حالك تستحقه بتقول يعني معقول يطلع لهذا الشاغر معقول ما يكون فيه حدا تقيل مثلا اللو معارف عم بيقدم عليه لأن أنت خلص سلفا رح تعرف أنه هذا الشاغر رح يروح للأسف لغيرك هلأ إذا بتسمح لي أخذ الحوار كمان لمكان تاني الواسطة هي أحيانا كتير بالأوقات بتكون عامل ضغط ضغط نفسي حقيقة على كتير من الأشخاص يعني وأنا اليوم ما عليش أحكى عن تجربة في تجربة شخصية أكيد في تجربة صحيح في تجربة شخصية وحقيقة يعني تركي أثر سلبي يعني نفسيا اليوم حتى لما تكون بأي مكان بجوز أنت ما تكون صاحب المنصب صح ممكن تكون أنت في درجة قرابة من صاحب المنصب أو درجة من المعرفة صديقك اليوم معروف مثلا من أصدقاء أو لوجيه فجأة هذا صار بوظيفة أو بوظيفة معين فاليوم مطلوب من وجيه أي خدمة أنا عند هذا الشخص مطلوب من وجيه أمن لي يعني أستحقه أو لا أستحقه اليوم العرف يعني العرف العرف الاجتماعي بيفرض عليك أنك تلبي للأسف وإذا ما لبيت يعني أنت غير معذور أنت مقصر طب أوكي مثلا أنا اليوم وجيه ما هو الشخص المسؤول ما هو المسؤول وممكن ما يلبيني يعني ممكن وجيه ما يلبيني ممكن يا أخي وجيه يكون على سبيل مثال إذا هو اللي استنم المنصب يكون شخص ما ما بيمشي بالواسطة في عندنا كثير أشخاص حتى على فكرة هدول إذا ما بيرد على أحده يا حبيبي بالعكس لأنه ما بيرد على أحده هذا هذا المنيح يعني ما بدنا ننسى كمان ما بدنا ننسى الشي الصح بالمجتمع اللي لازم يكون بالعكس هذا لازم نحنا ما نضغطه لما ما يرد على أحده بالعكس نروح نقول له برابو عليك نشجعه حتى أولو اليوم هذا الموضوع يتعرض مع مصلحتي أنا الشخصية ما قدرت بالعكس والله بفوت لعنده أنا بفوت لعنده وبقول له شكرا لإلك أنه هذا الموضوع ما تم لأنه أنا صحي ما أخذت الخدمة بس ضمنت كمان أنه حدا غيري ما ياخده ما بيستحق فبشكل من الأشكال يعني بأحد السنوات والما لازال بصراحة هذا الضغط بكثير أماكن عم بيصير أنه اليوم أنت أكيد مطلوب منك أنا بصراحة يعني هذا الموضوع له سلبيتين كان بالفترة من الفترات بحياتي سلبيتين السلبية الأولى أنه بالفعل صار فرض يعني أنك تلبي وإذا ما لبيت فأنت حدا ما بيختم طب أنا بالك هذا الموضوع ضد مبادئ يعني أنا اليوم أنا ما أنا مقتنع فيه ما أنا مقتنع فيه أنا أخي زلمي اليوم بغض النظار أنا زلمي عندي أي حدا اليوم فينا عنده معايير معين بحياته ما بده يتجاوزها أنا اليوم إذا أنا اليوم بصف على دور الكازية مثلا أنا بصف على دور الكازية طب أنا كيف بدي أحكي لك حتى أعمل لك واسطة تفوت مثلا مثلا عم نحكي مثلا يعني أنا ما عم مستفاد من نفوزي أو من معارفي أو من علاءاتي اللي هي عاطيتني مية بالمية فأنا كيف بدك فأنا إذا ما خدمتك اليوم للأسف هذا الموضوع صارع بق وهذا الشي بيحملك بمكان آخر كمان موضوع غير هذا أنه مثلا أنت أي وظيفة أو أي شيء بدك تقدم عليه هني ما عمد يشوفوك كوجيه صار يشوفوك واسطة لألون بما بعد حتى هني يوصلوا صارت معك هيا على الواقع طبعا طبعا حقيقة صارت مثلا تقبل بوظائف نتيجة قرابتك أو تقبل نتيجة صدقتك مع الفلان أو هذا الواصل شخصيا أكيد يعني ما بين سمرتين صارت وبعدها حقيقة أنا هتفتر منيحة واطل عن العمل خلص هذا الموضوع يعني طفيت موبايلي وأنا ما عمد بدي أقدم على أي وظيفة لأن اليوم صار أول ما يشوفك مقابلة وكل شيء وتمام آخر شيء يعني لابد من أنه أنه أنا قبلتك مو أنا قبلتك هو يقول لك هلأ نعتبر أنه صار عنا واسطة بهذا المكان يعني عم يحط الشرط تماما بالبداية يعني يعني مثل كي عم يقول لك أنا قبلتك بهذا المكان لأنه أنت ممكن تفيدني لقدام بهذا بهذا الموضوع بطريقة هيك ملطفة مهذبة بس هو خلص المسيج مرألك يا فأنت يعني كتير معيب هذا الشيء للأسف كتير معيب إذا اليوم أنت ما كنت قادر توظف لمؤهلات حقيقية فأنت ما أنك مضطرة توظف ما فيك تحكي بهذا المنطق هلأ وين المشكلة وجيه الحقيقية عندنا لما نتعامل مع هاي المؤسسات على أنها هي أملاك شخصية هذا هاي المؤسسة اليوم لأن طول ما أنت عم تتعامل هيك أنت عم تبدي فيه المفروض يكون فيه سيستم عم يحكمة فيه مؤهلات عم تحكمة سواء بالتوظيف بالتعامل حتى فيما بعد التوظيف أنت اليوم كموظف سواء بأي لفل إدارة أنت فيه مطلوب منك مهام تأدية فإذا ما كنت أنت مؤهل فأنت عندك تقصير بدي يكون بهذه المهام ما بدي يكون فيه ما بدي يكون فيه إنتاجية ما بدي يكون فيه إبداع بالإنتاجية فأنت مجرد ما قبلت فأنت عم تقبل على حساب هاي المؤسسة مو على حسابك الشخصي وكن واثق لو هاي المؤسسة لإله ملك ما كان وصف فيه هدول الأشخاص لأنه رح يعرف هذا الموضوع رح ينعكس عليه بالخسائر أو بأماكن كتير ممكن مو خسائر مادية ممكن خسائر معنوية ممكن خسارة صورة المؤسسة لما ما يكون فيه عنده أشخاص كفق عم بيكونوا موظفين فيها فلما نتعامل نحنا إذا حكينا تقطع عام بهي الطريقة فأكيد نحنا عم نروح على مكان كتير سيء للأسف بواقع مؤسساتنا العامة لما نحنا نقبل مرة واثنين وثلاثة وحشرة واسطات فأخر شيء بتلاقي إنه موظفينك صاروا اليوم يعني بس ما لنكم فوق هني وسيلة بس لحتى يكون فلان اتصل معناتها أنا باخد خدمي من فلان فلان حدا حكى فيه فلان قريب فلان فلان أخو فلان أنا عم جمع علاقات بس أنا ما ندائم بهذا المكان بعد ما أطلع هذا المكان وأنا ما نصير فيه عندي إنتاجية يعني سواء أنا اليوم فيه عندي مشكلة بالعمل عم بتأثر على منظومة كاملة يعني نحنا اليوم بدينا بداية حديثنا اليوم أنا وحضرتك بأنه للأسف هذا الموضوع صار طبيعي صار عادي صار مقبول على الرغم من أنه قبل ما كان مقبول وكان مذموم صحيح هلأ خلينا نقول نحنا اليوم شو ممكن تكون آثار هذا الموضوع شو ممكن تكون نتائجه اليوم نحنا اللي وصلاني له هو النتيجة الحتمية أو لسه ممكن يطلع معنا شي تاني لإدام هلأ إذا بدنا هيك يعني نحط آخر مقطتين ممكن نحنا بالفعل نحك فيه أنا بتمنى نحكي بشي يعني بشي بشغلتين الشي الأول اللي تفضلت فيه موضوع أنه نحنا هذا الموضوع لهي ممكن نوصل فيه والشي التاني اللي هو حقيقة نحنا بحاجته نشو الحلول اليوم مية بالمية يعني النتيجة والحل النتيجة والحل النتيجة أكيد كارثية وهذا الموضوع يعني مو لأنه نحنا عم نحكي فيه لأنه قولة شي نحنا عايشينه وعم نلمسه بكتير أماكن مرة ما بعرف من كم سنة بقطو حقيقة هيك كان في لوحة من اللوحات أنت بتشوفها بتضحك بس هي يعني عن جد بتبكي أنه مدير مشفى قبل بواسطة طبيب بواسطة جاء هاتف قبل طبيب صار ضمن الكادر الطبي فجأة بيتعرض ابنه لحادث فبيسعفوه على المشفى كان مناوي بهذا الطبيب الجراح فلما يفوت على العملية ما بيكون هو منتبه بعد ما طلع من العملية بيشوفه بيموت ابنه فبيضرب هيك أنه أنا اللي وظفته لأنه فلان حكى فيه فنحنا أكيد بيوم من الأيام إذا ما كان هذا الموضوع لأكيد اليوم فيه برامج كتير الحكومة عم تتابع هذا الموضوع عم تحط برامج اللي هو علاقة بموضوع التنمية الإدارية المعايير اللي لازم تكون تأهيل هذول الأشخاص كل يعتبر ولكن هو حقيقة بحاجة لصدق يعني لضمير أنا هيك بعتبره حقيقة بدي يكون فيه ضمير حي لما يكون فيه التعامل مع هذول مع هذول مع هذول الأشخاص أنه ما يكون فيه أساس للمحابة أو للواسطة أبدا 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 ولا مثل ما قبلنا قبل شوي ولا أنظر لهذا المكان على أنه هذا المكان أنا قاعد فيه سنتين ثلاثة أربعة اللي هو وطالع فأنا ما عندي مشكلة يعني اليوم بكسب معارف عن خليل عن طريق هذول الواسطات عن طريق هذول الأشخاص وبعد فترة أنا إذا مشيت أوكي خلاص يعني أنا استفدت وكسبت من هذول الأشخاص كواسطة لإلي بكتير قضايا شخصية ممكن تلزمني خلال هاي المسيرة فأنا أكيد رح وصل لمكان أنت رح تكون عندك مشكلة بمؤسساتك بالخدمات اللي عم تقدمها بإيه مثل ما قلنا لما نطلع لبرة للأسف عم بيكون في عندنا فجوة كتير كبيرة فنتمنى وأكيد نحن متفائلين أنه الفترة القادمة هذا كله أكيد يكون عمين وضع له حد ما رح نقول ننهي الظاهرة نهاية الموضوع ما نبهي البساطة وما له لمشة نبي وما له عصاية ساحر الموضوع بحاجة لخطة يعني أنت اليوم لتطلع من هاي الحالة أنت بحاجة لخطة تقوم فيها حكومة كاملة مجموعة من الوزارات ومجموعة من المؤسسات لتمشي بهاي الخطة وتتنفذ وتحصد نتائجها ممكن بعد خمس سنين أو عشر سنين لترجع للحالة الطبيعية من دون هذا المفهوم وهذا اللي نحن ماشيين عليه واللي صار عننا للأسف طبيعي بس في شغلة كتير ضرورية لازم نركز عليها بعيدا عن عن موضوع عفوا أنا بعتذر ولكن بعيدا عن موضوع الزمة والضمير اللي حضرتك حكيت في في القانون لأنه حقيقة نحن لما نخضع لقانون ونكون أمامه سواسية بشكل كامل باعتقد من الممكن أنه تاخد يعني تحصد تقريبا أربعين لخمسين بالمئة من آثار هاي هاي المرحلة يعني نحن اليوم للأسف ذكرت حضرتك ببداية حديثك بأنه نحن ما عنا تطبيق فعلي للقانون ما عنا دراية بقانوننا ما بنعرف شو حقوقنا ما بنعرف شو عجباتنا فأعتقد ما بعرف إذا كلامي صحيح ممكن من المستمعين أو المتابعين أو حضرتك تصلح لي بأن القانون هو الأساس أكيد أي مكان لا يخضع لقانون ولا يتم العمل على هذا القانون ويكون هو القانون السيادة له بدي يكون فأكيد رح يكون في عنا كتير مشاكل بهذا الموضوع اليوم عن نحكي فيه اللي هو الواسطة وكيف يكون أشخاص بالفعل رح يكونوا متنفذين بطرق مشروعة وغير مشروعة أنا ليه أسط الضمير يعني ولو أنه هو كمصطلح إداري هو ما نهكتير معيار يعتبر لأنه اليوم بالفعل بدون قانون ما في عندك شيء أصلا ولكن للأسف اليوم صار فيه أشخاص محترفين باللعب حتى على القانون يعني هو اليوم شو مؤهلاتك اليوم يا وجيه واحد اثنين ثلاثة طب أنا المكان اللي عنده بده أربعة وخمسة طب ماشي رح نتجاوزها ما بس نتجاوزها منمرئ لك عن طريق فلان ورقة بتقول أنه عندك هذا الموضوع لحتى نفوتك أنت بالقانون مشيت بتقدم ورقة بالفعل أنت يعني ضمن الشروط الأصلا المطلوبة ولكن أنا اليوم ما كان عندي أصلا ضمير لحتى أنا قبلتك وفوتك بالعكس أنا ساعدتك لحتى أنت تكون عم تاخد شيء ملأ لك للأسف عم بتصير أكيد أحد الطرق الأساسية أو الموضيع الأساسية اللي هي لحده طاهرة أو خيني نقول عن جد بالمرتب الأولى أو سيادة القانون لحتى أنا أكون عرفان تماما أنه أنا إذا أخطأت أو إذا جاوزت شيء أعطيت حق من الحقوق أنا أخذت حق أنه ممكن بيوم الأيام يكون فيه شخص عم بيحاسبني ويكون واقف أمام سلطة القانون ولكن بكتير أكيد بأماكن نحن بحاجة أكيد بحاجة لموضوع ضمير وبدي ضيف على الضمير وبدي ضيف على القانون حقيقة كمان من حديث حضرتك بأنه نحن بحاجة لنشعر بمواطنطنا وبانتمائنا بأنه بالنهاية هذا الشيء اللي أنا عم ساويه ممكن يضر بمستقبل بلد بمستقبل انطلق من ابني ابني أنا اللي يعيش ببيئة صحيحة بمؤسسات صحيحة ببيئة آمنة آمنة ما عم نحكي بالمعنى بس الآمن المشهور آمنة آمنة بكل تفاصيلها آمنة إخلاقيا وآمنة إداريا يعني حتى ما يكون فيه أي إشكال بهذا الموضوع لازم أنا ما كون عم ساهم بهذا الموضوع بالعكس لازم نكون أنا عم شير لأماكن الخلل ضمن الشيء اللي ممكن كمان يحد من هاي الظاهرة آآ ممكن يكون سياسة لأبواب المفتوحة وهذا الشيء حقيقة بره معتمد هلأ بره بلش يصير إلكتروني بلش يصير إلكتروني هذا الموضوع أنه أنت اليوم قادر توصل أي صوت أي شك وأي شيء عن طريق إيميل إيميل مؤسسي الشركة في فريق عم يتابع هذا الموضوع وهو فريق محترف عم يعرف كيف يوصل يعالج يحل للأسف نحنا هذا الموضوع عندنا بعدنا كثير بعض عنه نحنا نقول الكلمة دايما نحنا معنا ثقافة الشكوى نحنا مو معنا ثقافة الشكوى نحنا مبحينا على أدماش تكينا ولكن نحنا ما عملناقي نتيجة تماما فاليوم أنا إذا وجيهي كل الوقت مسكر بابو أنا أكيد بدي وصل لحط توصل عن وجيه بس لما فوت لعند وجيه لأي الباب مفتوح أنا ليش بتلواسطه أنا بروح لعند وجيه و بقول له بس إذا دائما بابو مسكر يوم في كتير بحاجة لحد يدخل يدخلني يفتح لي الباب أنا كتير بعرف اليوم في مسؤولين عم يتدبعوا مسؤولين عم نحكي سواء وظائف حكومية أو حتى وظائف خاصة والحكومة كانت منتجها بهذا الاختجاه في سياسة الباب مفتوحة في يومين في خطوات ممكن تكون بعدها بأولة ممكن تكون بعدها بسيطة ولكن هذا الموضوع الضروري نعطيها الفرصة ونشجع لحتى تكون بالفعل ونآمن فيها مي بالمية ونآمن فيها أنا بدي أتشكرك جدا حقيقة استمتعت بالحوار مع حضرتك أستاذ شادي رحمون الأستاذ والمدرب بالعلاقات العامة شكرا على وقتك اللي أعطيتنا أتمنى أن يكون الحديث ممتع بالنسبة للأشخاص اللي عم يتابعونا ونكون قدمنا هيك معلومة قدمنا حديث بيحبوه هو أكيد يعني هني بيحبوه وبعد يد لو نسمح لهم الفرصة وكان في فرصة لحتى يشاركونا بعد يد كتير في أشخاص عنده وجهة نظر وعند رأيه وعنده معاناة وعنده مواقف لحتى تغني هذا الحديث أكيد أنا كتير بدي أتشكر حضرتك وبيدي أتشكر دعوتكم اللي على الإذاعة الكريمة وسعيد جدا حقيقة بهذا النوع من أنواع البرامج أنه بلشتوا تفكروا بهذه الطريقة لأنه أعتقد اليوم هي بالفعل أقرب للتواصل مع الرأي العام مع الأشخاص هنا يعني ممكن ما تعود لطريقة تقليدية أنه سؤال جواب العكس هو حديث ببساطة مثل قاعدين أنواجيه بأي مكان عم نشرب أهو عم نتواصل عم ندردش بهذا الموضوع فكل التوفيق لأيكم بهذه الانطلاقة وإن شاء الله هيك موضعكم دائما تكون يعني مفيدة وحواراتكم مهمة شكرا لأيكم شكرا لأيكم أهلا وسهلا فيكم بالمدينة عفوا